الموضوع اللي يتعلق به بيرسي تاو طيب اجتماع المكتب التنفيذي بكرة فيه اجتماع مهم جدا للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي عشان يحدد عدد من الامور الخاصة بمسابقات الاندال الافريقية وايضا مسابقات المنتخبات الفترة اللي جاية طبعا كل الجمهور في كل مكان جمهور الاهلي كل اللي يهمه يعرف موقف الاهلي في المباراة الافريقية والبطولة الافريقية الفترة اللي جاية ابرز شيء هيتناقش بكرة حاجتين طبعا جدوى الاعمال يمكن انا قدامي جدوى الاعمال تبتتكلموا عن ما يقرب من حوالي سبع تمن بنود المكتب التنفيذي عن ايشها بكرة بعد الظهر في اجتماع الفيديو كونفرنس الباترس متسبي مع باقي اعضاء اللجنة التنفيذية ولكن ايه ابرز النقاط اللي تهم جمهور الاهلي في المرحلة اللي جاية كلنا عارفين ان السوبر الافريقي خلال الاربع سنوات اللي فاتت اتنظم فيه الضوحة كان فيه سنة تجربية والثلاث سنوات اللحقة للسنة التجربية كان من خلال عقد مع الاتحاد الافريقي ثلاث سنين خلصوا ثلاث سنين فاز فيهم الزمالك على التراجي والاهلي فاز فيهم فيه مرتين متتاليتين وفاز بالسوبر اخر سنتين متتاليتين طيب فاز على نهضة بركان وفاز على الرجاء المغربي طيب النسخ اللي جايه السوبر الافريقي هيتلاعب فين ده هيتناقش بكرة في بعض العروض اللي تم تقديمها للاتحاد الافريقي لإستضافة للصبر الإفريقي وفي نفس الوقت فيه اتجاه تاني نرجع للليحة الأزيمة وتتلعب في ملعب فريق دوري الأبطال كل ده هيتناقش بكرا طيب الجزية التانية مكان نهائي دوري أبطال إفريقي أو الكأس الكونفيدرالية إن مكان فين لغاية اللحظة دي الناس مش عارفة المباراة النهائية لتتلعب أحد أيام أو في خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو الماتش الفاينال لتتلعب فين سواء في دوري الأبطال أو كأس الكونفيدرالية بقرا الملف ده أو البند ده تحديدا هيكون على طاولة الاجتماع ومن أبرز الأمور والبنود اللي هيتموا منقشتها في اجتماع المكتب التنفيذي طيب المعلومات اللي عندي بخصوص هذا الشأن الجديد فيه مسألة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقي عندنا لغاية دلوقتي فيه خمس دول اتقدمت بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكأس الكونفيدرالية والكلام ده ممكن الناس لأول مرة تسمعوا السنغال قدمت لاستضافة هذا الحدث على الملعب الجديد عبدالله ويد الملعب اسم الرئيس السابق فيه السنغال والملعب ده اللي هيستضيف مباراة السنغال ومصر إن شاء الله يوم 9 و20 مارس ملعب عبدالله ويد يمكن ده الملعب اللي طلبوا يستضيفوا عليه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية طيب مين تاني طلب فيه كلام على أن نيجيريا تقدمت بطلب جنوب إفريقيا تقدمت بطلب لاستضيفة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية وأيضا المغرب ومصر تقدمت بطلب لاستضيفة النهائيين سواء دوري الأبطال أو حتى كأس الكونفيدرالية بكرة الأربع الضهر هيتم منقشة هذا الموضوع وفي اتجاه اتجاه لسه مش قرار رسمي لأ بلاش نلعب مباراة في أرض محايدة أو مباراة واحدة نرجع على النظام القديم ونلعب النهائي اللي جاي زهاب وعودة كلام ده ممكن تسمعه لأول مرة لكن ده اللي هيتناقش بقرة في اجتماع المكتب التنفيذ ياما يتحدد المكان بشكل مباشر ويتحدد التوقيت بشكل رسمي ياما يتم إرجاء الموضوع إذا كان الاتجاه الأقرب إن المباراة تتلعب زهاب وعودة من خلال القرعة اللي هيتم اعتمادها عشان تتنظم عقب يوم 3 إبريل لتحديد فرق الدوري الثمانية في دور الأبطال والكأس الكونفدرالية وساعة هتبقى القرعة على فكرة دور التمانية والدور النصف النهائي والمباراة النهائية من ضمن الكلام اللي هيتناقش بكرة مثلا يعني مدى جاهزية مصر استضافة بطولة الشباب تحت 20 سنة في 2023 استضافة الجزائر لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة 2023 السنة الجاية بقى دور الأبطال إفريقيا والكأس الكونفدرالية الموعيد الرسمية لها خلال الفترة اللي جاية وده معناه ان السوبر ليج مش هيتلعب في 2023 ولسه يبقى 2024 وده كان الاقتراح اللي يتقدم يا 2022 يا 2023 يا 2024 فكل ده لسه يتناقش الفترة اللي جاية كمان مدى جاهزية كودفوار لصدافة كأس الأمم وآخر تقرير عن لجنة التفتيش اللي زارت كودفوار خلال الفترة الأخيرة فيه أكثر من جدوى الأعمال أو بند في جدوى الأعمال هيتناقش بكرة عشان نعرف كل التفاصيل لكن بالتأكيد أبرزها دور أبطال إفريقيا وكاس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي هيتنظموا فين وهيتلعبوا إمتى وتاريخ التحديد بالزبط من يوم 22-29 مايو المعاد الرسم طيب دي جزئية التالتة